الأخوة والأخوات المواطنون والمقيمون على أرض الإمارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في إحاطة جديدة معكم دكتور آمنة ضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات مستمرون في عقد إحاطات حكومة الإمارات وموافاتكم بتطورات الأوضاع الصحية ومستجدات الإجراءات المتخدة للتعامل مع أزمة مرض كوفيد-19 في الدولة يواصل أبطالنا في خط الدفاع الأول وفي مختلف الجهات الصحية ومراكز الفحص على مستوى الدولة خطة الفحص والكشف حيث تم إجراء 35735 فحصا جديدا كشفت هذه الفحصات عن 796 حالة إصابة جديدة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا وبذلك يصل إجمال الإصابات المسجلة في الدولة إلى 22627 حالة الإخوة والأخوات نعلن لكم اليوم ولله الحمد أن حالات الشفاء وصلت إلى إجمالي 7931 حالة وأعداد المتعافين في تزايد حيث تسجلت الجهات الصحية اليوم 603 حالة شفاء جديدة لكن يؤسفنا أيضا الإعلان عن وفاة أربعة أشخاص من المصابين بمرض كوفيد-19 تغمدهم الله جميعا بواسع رحمته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وبذلك يصل إجمال الوفيات إلى 214 شخصا ومع هذه النتائج يصبح عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 والتي ما زالت تتلقى العلاج 14482 حالة من جنسيات مختلفة نتمنى الشفاء العاجل لهم جميعا بإذن الله إخوتي وأخواتي مع اقتراب نهاية شهرنا الفضيل سيطل علينا عيد الفطر المبارك هذا العام في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا ولأن أعيادنا ارتبطت بعادات التزاور والتجمعات وإقامة الولائم ننصح كل أسرة بضرورة تجنب هذه العادات لهذا العام والابتعاد عنها ولنوضح خطورة الأمر على الأسر والأفراد دعونا نتخيل السيناريو التالي مع بعضنا عائلة في دولة الإمارات قررت الاستمرار في عادة التزاور والتجمع في أول يوم العيد مثل كل عام زارت هذه العائلة بيت الجد لتقضي أول أيام العيد مع كبير العائلة والالتقاء ببقية أفراد العائلة من الإخوان وأبنائهم الذين جاءوا كذلك للزيارة رغم أن الأم كانت متخوفة من الزيارة في ظل الظروف الحالية مع انتشار مرض كوفيد 19 خاصة أن عدد المتجمعين في بيت الجد كبير ويتجاوز الأربعين شخصا من عائلات الأخوان وأبنائهم واثنين من أبنائها يعانون من مرض الربو طمأنها زوجها وقال لها نحن أسرة لا نخالط أحدا فلن يحدث شيء وهذا الشيء حسب اعتقاده ينطبق على بقية أفراد العائلة لأنهم لا يخرجون من المنزل إلا للضرورة أو شراء الاحتياجات الأساسية لنتخيل أيضا أن أحد أفراد العائلة مصاب نتيجة انتقال العدوى له من مخالطته لحالة مصابة دون علمه ولم تظهر عليه الأعراض وقد بدأ هذا الشخص بالسلام على جده وبقية أفراد العائلة ومعايدة الأطفال وقضى بقية اليوم معهم دون مراعاة للإجراءات الوقائية مما تسبب في نقل العدوى لعدد من أفراد العائلة مع انتهاء اليوم كل فرد من العائلات الأربعة سيرجع إلى منزله ولممارسة حياته وهو لا يعلم بإصابته وربما أحدهم قد يمر على أصدقائه للسلام عليهم وفرد آخر يعود لعمله بعد إجازة العيد هنا تصبح الأربعين حالة مئة وأكثر هذا سيناريا واحد يمكن أن نتخيله في يوم العيد وضمن أكثر من عائلة أرقام العائلات ستتضاعف والمئات قد تصبح آلاف وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن قد تتطور لديهم الأعراض إلى الأسوأ فقط لأنه لم يلتزم القلة أو البعض بالإجراءات الوقائية وتهاونوا في مبدأ أساسي للحد من انتشار الفيروس وهو التباعد الجسدي وتجنب التجمعات إخوتي وأخواتي ندرك تماما أهمية التواصل والالتقاء بعائلاتنا وأصدقائنا في الأعياد ولكن للظرف الاستثنائي الذي نمر به دعونا نتشارك المسؤولية ونتشارك الالتزام حفاظا على سلامة الجميع دعونا نستغني عن بعض هذه العادات لهذا العام وبإذن الله ستعود الأعياد علينا ونحن مجتمعين لم يعد لنا جميعا أي عذر بعدم الالتزام لم يعد لنا عذر بالتساهل في الإجراءات الوقائية المسؤولية أصبحت على كل فرد وعائلة ونشدد على أهمية ترك تلك المخالفات التي تنم عن اللامسؤولية كونوا بخير من أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم ووطنكم ودمتم في بيوتكم آمين اشتركوا في القناة